بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعنا وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علم ينفعنا وزدنا علما واجعله لنا حجة يا ذا الجلال والإكرام نرحب جميع الطلاب والطالبات في السنة الثالثة الثانوية قسم المسار الشرعي ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ وإياكم بمراجعة تلاوة سورة آل عمران نأخذ أهداف الدرس من أهداف الدرس أولا طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى وكذلك تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خال من الأخطاء وكذلك من أهداف الدرس تطبيق التجويد تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبر وخشوع من أداب تلاوة القرآن الكريم أولا الإخلاص لله عز وجل وذلك بأن يخلص المسلم أو المسلمة في قراءة كلام الله عز وجل وكذلك من الأداب الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وأن نضافه وذلك باستخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل وكذلك من أداب تلاوة القرآن الكريم الاستعاذة في أول القراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك من الأداب البسملة وتكون بسملة في أول السور كما أنها تجوز كذلك في وسط السور وكذلك من الأداب تحسين الصوت بالقرآن الكريم والتلاوة بتدبر وخشوع ومن آداب تلاوة القرآن الكريم سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد كسؤال الله عز وجل الجنة وإيضا من آداب تلاوة القرآن الكريم الاستعاذ بالله عند آيات الوعيد كالاستعاذ بالله من النار هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم والذي يبغي لكل مسلم ومسلم أن يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل وقبل أن أبدأ إياكم بقراءة الآيات نرجو من جميع الطلاب والطالبات فتح المصحف والمتابعة معنا حتى نهاية التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بعد قراءة الآيات نأخذ إياكم بعض الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ في قول عز وجل نأخذ أول كلمة في قول سبحانه وتعالى وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتِ سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ ترجل السماوات كتابة هنا غير كتابة الإملا فهما يلاحظ أن بعض ينطق السماوات أو بدون أن ينطق الواو الألف السماواء الواو تقريبا السماوات السماوات لو كتبناها على كتاب الإملا لكانت مختلفة فهنا ينظر إلى أو يتبه إلى السماوات كم ألف هنا ألف بعد الميم أو كذلك ألف فوق الواو السماوات وأيضا في قول الله عز وجل وَالْكَاظِمِنَا الْغَيْضِ هنا وَالْكَاظِمِنَا الْغَيْضِ تلاحظ هنا معي هنا ألف صغيرة بعد الكاف يلاحظ وَالْكَاظِمِينَ وليس وَالْكَاظِمِينَ هنا وَالْكَاظِمِينَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضِ و أيضا في قول الله عز و جل من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الطلاب إذا وصل و من يغفر الذنوب إلا الله هنا اللفظ جلاله ضم و من يغفر الذنوب إلا الله و لم يصل و وقف إذا وصل إلا الله هنا ليس هنا وقف فألو أولى أن العنية يصلها القارئ و من يغفر الذنوب إلا الله و لم يسر على ما فعلوا و هم يعلمون و أيضا كلمة أخرى في قوله و لم يسروا تلاحظ هنا ضم ثم كسر ثم ضم و لم يسروا مش الخطأ هنا و لم يسروا يقرح هكذا لكن الصحة و لم يسروا تحقيق كسر في الصاد و لم يسروا على ما فعلوا و هم يعلمون هذه بعض الكلمات التي يعني ممكن نقفها الخطأ في هذا الوجه نأخذ في هذه الآيات بعض الأحكام التجويد ثم ننتقل للصفحة التي بعدها نأخذ من أحكام التجويد في قول الله عز وجل و سارعوا إلى مغفرة لو سألناكم ما نوع هذا الحكم أو ما نوع هذا المد ما نوع هذا المد أحسنتم مد منفصل لماذا؟ لأن الهمز في كلمة و المد في كلمة أخرى إن الهمز في كلمة و المد في كلمة أخرى هنا يسمى مد منفصل و سارعوا إلى مغفرة و حكمه جواز المد و حكمه جواز المد و أيضا من أحكام التجويد في قول الله عز وجل الذين ينفقون هنا نساكنة أتى بعد الفا و الفا من حروف الإخفاء الحقيقي و آخر حكم معناه في قول الله عز وجل و من يغفر الذنوب و من يغفر الذنوب هنا من الحكم التجويد فيها في هذه الكلمة و من يغفر الذنوب ننساكنة أتى بعد الياء أو الياء من حروف أي حروف أحسنتم حروف الإدغام بغنها الإدغام بغنه و من يغفر الذنوب نأتي إلى الصفحة التي بعدها أو الآتي بعدها نأخذ في هذه الآيات بعض الكلمات التي ممكن أن يقع فيها الخطأ ثم بعد ذلك نأخذ بعض حكام التجويد في قوله عز وجل الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الخطأ في قوله سبحانه وتعالى و لا تهنوا و لا تهنوا يمكن أن تقرأ و لا تهنوا هنا إلهاء مكسورة و لا إلهاء و لا تهنوا و لا تحزنوا و أيضا من الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الخطأ كثيرا في قوله عز وجل إِنْ يَمْسَسْكُمْ كيف تقرأ؟ قرحٌ و ليس بضم القاف طبعا قاف و ضم القاف هو رواة أخرى لكن حفص عن عاصب يقرأ بفتح القاف إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ و أيضا قد يخطي في البعض في قوله مثله ما يضم اللاب مثله 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 إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ هذه بعض الكلمات التي يعني ممكن أن نقع فيها الخطأ نأتي بعد ذلك إلى بعض أحكام التجويد بعض أحكام التجويد في قوله عز وجل أولائك قلمة أولائك أولائك المد ما نوعه المد نقول مد مد متصل لماذا؟ لأن الهمز والمد في كلمة واحدة أولائك و أيضا من أحكام التجويد في قوله عز وجل قد خلت من قبلكم من قبلكم هنا نونساكنة أتى بعد القاف والقاف من حروف الإخفاء الحقيقي من قبلكم من قبلكم و أيضا من أحكام التجويد في قوله عز وجل وهدى وموعظة وهدى وموعظة هنا الحكم التجويد في قوله وهدى وموعظة تنوين أتى بعد الواو والواو من حروف الإدغام بغنة الإدغام بغنة وهدى وموعظة إدغام بغنة و أيضا نحكى من تجد في قوله عز وجل و يتخذ منكم شهداء كلمة شهداء هذا المد ما نوع على المد أحسن و مد متصل لأن الهمز و المد في كلمة واحدة و إذا وقفت عليها أقوى وقفت على هذا المد يمد ست حركات إذا كان متطرفا و الهمز متطرفا شهداء نأخذ كذلك في هذه الآيات بعض الكلمات التي يمكن أن يقع فيها الخطأ و بعض أحكام التجويد من الأخطاء أو من الكلمات التي يمكن أن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل و ليمحص و ليمحص و ليمحص و ليمحص و ليمحص يسكن الله و ليمحص لا و لي لا مكسورة و ليمحص و كذلك و ليمحص الله الذين آمنوا و أيضا من أحكام التجويد أو من الكلمات التي يمكن أن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل من قبل أن تلقوا و ليس من قبل أن تلقوا قد يقع فيها الخطأ و تقرأ من قبل أن تلقوا و الصحيح من قبل أن تلقواه و أيضا من الكلمات التي يمكن أن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل و من يردع ثواب الدنيا نؤته منها و أيضا من الكلمات التي يمكن أن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل طبعا في رواة أخرى أنها هي صحيحة أن يسكنها لكن في حفص عن عاصم يعني مكسورة نؤته فيها صلة نؤته منها و أيضا و من يرد ثواب الآخرة نؤته منها هذه بعض الكلمات التي يعني يمكن أن يقع فيها الخطأ نأتي بعد ذلك نأخذ بعض أحكام التجويد بعض أحكام التجويد من أحكام التجويد في قول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة كلمة أن تدخلوا الجنة نسأل الله إياكم الجنة هنا نون ساكنة أتى بعد التاء والتاء من حروف الإخفاء الحقيقي و هذا الاخفاء الحقيقي أو الحكم من الاخفاء الحقيقي قد يأتي في كلمة و قد أتي في كلمتين هنا أتى في كلمتين أن تدخلوا و أيضا من أحكام التجويد في قول الله عز وجل و ما محمد إلا رسول قد خلت رسول قد خلت هذا الحكم مرة معنا قبل قليل كذلك إخفاء حقيقي أتى في كلمتين إلا رسول قد خلت و أيضا من أحكام التجويد في قول الله عز وجل و ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا كلمة كتابا معجلا هنا تنوين أتى بعد الميم و أيضا من حروف الإدغام بغنة كتابا معجلا كتابا معجلا إدغام بغنة و أيضا في قول الله عز وجل وسنجز الشاكل هنا وسنجز الشاكلين تلاحظ هنا جيم على سكون وهذا من حروف القلق له وسنجز الشاكلين قلق له وسطا وسنجز الشاكلين هنا تغلق وهي من حرف القلق له و حرف القلق قطب جد قطب جد هذه بعض أحكام التجويد هذه بعض أحكام التجويد ونأخذ كذلك في هذه الآيات علامات الوقف نأخذ بعض علامات الوقف من علامات الوقف في قوله عز وجل فلن من قبله الرسل هنا جيم يرز لنا وقف كافي وقف كافي وعيضا في قوله فلن يضر الله شيئا وقف كافي كذلك وإنه في قول الله عز وجل كتابا مؤجلا مؤجلا عليه قلاء وقف تام كتابا مؤجلا وقف تام هذه بعض وكذلك في قول الله عز وجل نأتي منها جيم وقف كافي هذه بعض علامات الوقف الموجودة في هذه الآيات الموجودة في هذه الآيات وهكذا نتهينا وإياكم من الآيات من سورة آل عمران ونؤكد على الطلاب والطالبات تلاوة الآيات تلاوة صحيحة وذلك بالاستعانة بالمصاحب المرتلة وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم لدرس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته